حابب اتكلم معاكم في حاجة تانية فرحتني جدا مش لاي افضل من جملة صنعة في مية عقبة صنعة في مية عقبة هي اللي انا هبتدي مع حضراتكم بداية موضوعي النهاردة فجئنا كلنا على ملعب بارك دو بغانس في فرنسا وبعد اربع ايام فقط من بداية السنة الجديدة باحتفال من نوع خاص جدا في ماتش لباريس سان جرماء وطولون بعد تسجيل امبابيه هدف باريس سان جرماء التاني قدام حضراتكم على الشاشة علشان يحتفل مع اشرف حكيمي على طريقة مين بقى عم الشغلانة على طريقة بابا الزمالك على طريقة معشوق كل زمالكاوي على طريقة شيكابالا وزيزو افضل لاعب في الدوري المصري على مدار اخر ثلاث سنوات بمستوى ثابت ايوة زي ما انتم سمعين كده امبابيه وحكيمي احتفلوا في ماتش باريس سان جرماء على طريقة شيكا وزيزو فاكرين احتفال شيكا وزيزو المشهور لما كانوا بيدربوا بعض يعني كلام اللي كان بيتقال ان هم تخنقوا في المران وده اللي عملوه بعد الاشعاعات اللي دارت في التدريبات طبعا ولا اخفيكم سرا كل حضراتكم سمعتوا هذا الكلام العاري تماما من الصحة علشان يحتفلوا بالطريقة دي ويردوا على انباء الخناءات اللي كانت بتتقال وفجئنا كلنا بامبابيه وحكيمي بيحتفلوا بنفس طريقة شيكا وزيزو فرند مش بس كده ده بعد الماتش شفنا صفحة الدوري الفرنسي باللغة العربية نزلت صورة من احتفال انبابيه وحكيمي ومعاها صورة شيكا وزيزو علشان تنهال التعليقات من جمهور الزمالك وجمهور الوطن العربي وبصراحة وقفت عند بعض الجمل احنا ماينفعش نعدي الدنيا كده الموضوع ماينفعش يعدي مرور الكرام لا اللي قالك الزمالك يرسم الخط والعالم يمشي عليه واللي قالك احنا الاصل واللي قالك علشان العالم كله يعرف الزمالك موجود في كل حتة واخر التعليق وقفت عنده في الحقيقة اللي بدأت كلامي به هو كان صنعة في مية عقبة لقطة جميلة بتثبت قد إيه الزمالك كبير وكبير قوي والعالم كله بيشوفنا ويتفرج علينا احنا كبار قوي يا جماعة بلاش نشوف نفسنا قليلين بلاش نشوف نفسنا قليلين عشان احنا مش قليلين وكبار في نظر العالم كله العالم كله زي ما زملنا اللي كان بيقول التعليق بيقولك الزمالك بيرسم الخط والكل يمشي عليه وتعليقات جمهور الزمالك دي الحالة اللي احنا عايزين نشوفها